تلوقتي حتى مثلا بعيدا عن الامور الفنية ان مثلا نادي الزمالك باع امام عشور جاب 100 مليون جنيه ماشي نادي الزمالك استفاد باع مثلا اخر سنة منه ب100 مليون جنيه المعضلة اللي هنا ان انت مثلا معترض اه ان امام عشور ما يمشيش في التوقيت ده او او كنا نستفيد منه فنيا طب امام عشور مش عايزك هتقعد امام عشور غزبا عنه يعني امام عشور ما كانش عايز نادي الزمالك امام عشور انا شفت له فيديو من واحد ستة او اتنين ستة بيتدرب مع حد برايفت والفيديو موجود على الانترنت تقدر حضرتكم ترجعو له مش عارف الكوتش اسمه احمد سامي احمد حاجة كده برايفت هما بيتدربوا معاه متدرب معاه مصطفى فاتحي متدرب معاه واعتقدونه زمالكيه جمال فمن واحد ستة وهو كاتب على الفيديو كده جزء التاني من تدريبات امام عشور لاعب نادي وقموش اندحك دحك 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 من واحد ستة ده امام عشور امام عشور لما طلع وبكى مع المستشار مرتضى منصور وهو واخد قراره وهو واخد القرار وعارف انه رايح كبري وعارف انه هو راجع عن نادي الاهلي وطلع مع رامز في رمضان بيقول له النادي الاهلي مش عارفه واضحة زي الشمس واضحة زي الشمس بس احنا بنتكلم مع العيبة ان انت ايه ما تيجي ما تخش ما تخليك شجاع وخليك جريء كنادي اهلي وخش خده انت ايه القصة بتاعت الكبار اللي انت عملت اعملها دي خلاص انت خلت سمعتك انت بقت في الوحل انت بقت شرح عليك في الاتحاد الدولي لكن نادي الزمالك مين اللي يقف على امام عشور ايه يعني امام عشور يعني يجي ايه امام عشور في ساسي وهيجي ايه في طرق حامد انا لو هزعل على اللاعب مش من نادي الزمالك هزعل على طرق حامد لو هزعل يعني اه ده اللي ده اللي وجعني ده اللي مش عارف عوضه لكن إمام عشور أي عيل في الألفين وثلاثة يعني مش كلهم لعبة كبير بس أي لاعب في الألفين وثلاثة يطلع يبقى أحسن من إمام عشور ونادي الزمالك يقدر يعمل إمام عشور واحد واثنين وثلاثة وعشرة وألف اللي هما فرحانين بي ده هوريهم فرحتهم دلوقتي هما بيفرحوا بمين لكن أنت بتتكلم مثلا على الموضوع بتاع الموضوع بتاع مثلا فلوس إمام عشور أنا هقول لك جزء بس من اللي الدفع منه بس دي مش كلها دي مجلس الإدارة يطلع يقولها مستشان مرتضى يطلع يقولها أي حد من مجلس الإدارة يطلع يفندهلك بالزبط بس اتدفع منها مستحقات جروس واللي اتنين مساعدين بتوع المستحقات كلها اللي كان مرفوع عليها قضايا في الفيفا وتسدد والأستاذ أحمد مرتضى كان معا الملف ده وتسدد جزء من الحاجات بتاع أتشنبونج اتسددت من إمام عشور مستحقات فريرا اتدفعت من الفلوس اللي جات من مستحقات عشور إمام عشور اللي انتو كل الأسئلة اللي عمال فلوس كل ما تكلم حد وتقنعه ويقعد يجادل ويروح ويجي معا كلها وفلوس إمام عشور راحت فين واصلا السؤال غير وارد انت يا جمهور انت السؤال غير وارد هو انت جيت محاسبة وانت جاهز مع الكاز المحاسبات هتحاسبه فلوس إمام عشور راحت فين هو انت وزارة شابور رياضة لما يبقى عنده غلط ويبقى عنده لجان جات فتشت وشافت ملاقيتش مالليم غلط يبقى محاكش تكلم في عملات وصمصرة وفلوس وراحت فين وجات محاكش تكلم في الكلام ده سوه في جهات معينة روح باش هقدم شكوى وروح هقدم محضر رسمي ان في مشكلة انت عايز تعرف فلوس اروح قدمها معرفش هتروح تقدمها فيه بس روح اعملها فده جزء بس مش كل حاجة الدفع منها اتشموك زي ما قلت لحضراتكم كل مستحقات الألعاب الجامعية ساعتها الدفعت اللي كان ساعة المشكلة وكل الصفحات طلعة وكل صفحات ألعاب الصلاة طلعة الطائرة واليد والسلة وكل حاجة وكان كل الناس لها فلوس ما اخدتش النشاط الرياضي والنشاط والموظفين والعمال كلها ساعتها اتصار في شهر واتنين